اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متل ما شايفين السكر والجزر المضوش بالمكنة نطريهم رح نرجع ندفلهم البيت و القرفة فينا نحط القرفة من الاول مع الجزر كمان ندور الماكنة ياخذ بعضهم مزبوط مع الخفق المستمر لحضيف الزيت تدريجيا سوف نرى الوقت ساعة 11-23 دقيقة لدينا حليب ترسف المكنة حليب كامل الدسم ويصير عنا ميكس كما شايفين هون قدامكم سنضف لهم الطحين وال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجزر مع السكر تعطون وقت لمدة خمس دقيق منشان يتفككوا مظبوط والسكر يطبخ الجزر ويطلع اكيد منه اللون والطعمة بعدين تجي عضيفه بقية المقادير مثل ما شفته وحطيناها بقالب مدهون زيت او زبدي وحطيناه ورقة شمع او ورقة خبز وخبزناه لمادة 45 دقيقة مثل ما شايفين قدامكم هيدا الكاروت كايك لهالرينج اللي كنت عامله لهالرينج اللي كنت عامله بتكون اكيد الوصف الهلاء اللي هتشوفوه على الهواء بمقاديرة اللي هي زبدي نص كوب سكر اتنين كوب جزر مبروش اتنين كوب وبيض ثلاث بيضات ملعقة من البايكينج باودر اربعة كوب من الطحين وكوب حليب جزر مفروم الينا ثلاث اربعة للكوب زبيب نص كوب وقرفة نعمة نص ملعقة صغيرة او اربع جرامات ومزجناهم كلهم مع بعضهم متل ما شفتهم شوي اللي ما شايف حطانا جزر والسكر مع بعضهم ضربناهم مزبوط او بالاحرى ما عطيتهم وقتهم متل ما لازم وكمان بعدان رجعنا ضفنا البيض الحليب والارفي ضربناهم كمان كملنا ضربهم لمدة دقيقة وبعدان رجعنا نضفنا البيض والجوز والطحين وحطيناهم بالقالب وفاتوا على الفرن لمدة 45 دقيقة وايضا القالب قدامكم هلا لح انزينه اكيد بشوية جزر مبروش على وجه اكيد نرش شوية سكر بودرة على جنابه كمان الموضوع اللي بتحبو انتو كم حب الجوز كم حب الجوز كم حب الجوز حطيناهم وهيدا الكيك زي الناه كتير حلو هلا بشوف اذا عندي كريم تشيز لحطهم ونحطه على محله هون وهلا بس يبرد رجعنا نطعم وعدو انه غيدا شكرا شيف اكيد رح نرى نشوفك نحنا بمحطة تالية بعدين دعنا بصباح بعض لحظات رح تكون معنا ندا وتيلي شوفين خليكن معنا اخر محطة للشيف فايسل واليوم رح يحضرنا هلا ويت تشيز موس ننتقل عنده ورشة ملح صباح خيار مشاهدينا لكان ويت تشيز موس هو طبقنا الاساسي لليوم لان نحضر هالطبق منحتاج لكريم تشيز مع برش ليموني حمضة وعصير نصف ليموني حمضة حطيتم كلهم مع بعضهم بس اكيد بلا منحط البذرة منحتاج لكرامة مخفوئة موجودة قدامكم خفقتنا قبل بوقت تجنبوا انه ما نخفقها زيادة منشان ما تفرط الكريم كمان بنفس الوقت عنا السكر على النار مع كمية ماء تيوصل لدرجة صفت بول او الحرارة 121 او كمان هلا هتشوفوا كيف يعني بلش الفقاقية تصير بصعوبة انه انه تفقى شايفينه هلا انه بلشت تغلي وصلت لحرارة 100 ونفس الوقت عنا الجيلاتين الموجود هون عنا جيلاتين بالماء البردي كمان منقوع الجيلاتين هلق شوي نقعته وعلى صفار البيت صفار البيت هنحطه بالمكنة ونفس الوقت بنكون نحن عم هيدا صفار البيت وننطر اكيد ليوصل لدرجة 121 سكر معنا عن النار حطينه على حرارة قوية احيخد وقت انا بهالوقت اشرح كمان بالوصفة اسمه حضرته قبل الوقت لانه لح تاخد وقت بالتحضير ووقتنا كتير ضيق هون باسبوع جاء والبعد ونحن نحضرها لحن نعمل فروت كيك فالطريقة لها هي كتير سهلة هي عبارة عن خمس بيضات نفصل الصفار عن الزلال 150 سكر 150 طحين 2 جرام فانيلا او 2 جرام فانيلا بنضرب زلال البيض مع السكر بالمكانة لا اكيد تيسير عنا ميرانج مع اضافة السكر تدريجيا وبعدين منضيف الصفار البيض كمانا تدريجيا منكون ناخرين الطحين منقلبهم فيها منحطها بالقالب ومفوتها على درجة حرارة 185 هيدا السبونج لحنستعمله هلا لمنتاج الوايت تشيز موز عنا الباريز في عنا بلو باري فلنج وعنا ستروباري فلنج انا مزاجتهم مع بعضهم منشان اكيد بيعطوا طعم كتير طيبة واكيد عنا عصير الفريز اللي هو نحنشرب فيه اذا بذكر فيكم تعملوا بسكت لكعب الوايت تشيز موز لكة السكر عبيغلي هون يجعلنا بهالوقت السكر عبيغلي اذا ملاحظين كيف يعني كيف الفقاطية كيف عبيتتخف فيه وعلا بتصل لمرحلة بيتكثف السكر فيها في عنا فانيلا مع مهما لحنحطه مع الصفار حطينا الفانيلا بهالوقت السكر عنا ماشي حاله لح نبلش نخفؤ لكن هاي الطريقة مسمية فاتا بوم بصطلع وهو عبارة عن سفار البيض او سبا يوم اذا بدتم مع القطر او سكر المغلي مبارج اذا ابي سبعوني نحن بهالوقت بلش نخفؤ السفار عنا السكر على النار بلش يتغير بلش يتكفر بالمعنى الصحيح بحيثونش بهالوقت هيدا نحن هنطر الجبنة ريح تهرب مجددا عمو بسيط بالسفار كمية النار كمية كمية قليلة مجدد بسيط قمية بسيط كمية فنفتر فنرفع شوي البول بلش نشغل والسكتر عن النار ماشي حالو هلأ طرينا الكريم تشيز او فيه انواع جبني بتعرفوها تستعمل للشيز كيك مع برش ليمون الحامض وعصير الحامض جاهز عنه هوني بهالوقت نحنا الجيلاتين عنا عبر المقه 8 لح رح نضوبه نجيب البول جيلاتين عنا تقريبا له 5 دقيق قطينا له اكيد ما يبرر من كروتاي يطرر كما شايفين بعد نبدل شوي فيه لانه قطينا لازم نفصلهم عن بعضهم لشان بغري يطرر سكر عنا هنا ازا فينا نشوف على الكاميرا كيف عب تختلف تكثب فيه يعني هوني تقريبا حرارته بالمية وعشرة حرارته بالمية وعشرة ازا عنار خفيفة حسب الكمية ما فينا ناخد معيار الوقت لانه فيه كمية ماء فيه كمية سكر عطول كمية الماء بلا تكون 30% من كمية السكر بس لانه نعمل هالطريقة ها كما شايفين هلا هون لكينا لح اضع السفار هوني لح نازل لح نازل لح نازل السفار تريجيا على الخليط نازلنا سيروب تريجيا على السفار و هلأ هلأ بهالوقت حبره وراء وقلم لانه نروح برايك صغير ونرجع ونحط المقادير على الشاشة ونكمل وسقطنا لليوم برايك صغير حسنا نتبعين بالويت موس ويت شيز موس با هيك مع شاف فايصار ورشف مليع لكينا عبره عالوزعاج عملنا بالمكانان نحن هلأ خلصنا المزيج اللي هو صفار البيت مع السيرو والفانيلا بهالوقت نحن لحنا ناخد أكيد من كل مزيج كمية من الكيم تشيز نحطه مع الصفار وعفوا مع جيلاتين مع الجيلاتين مهير كثير جيلاتين هالجيلاتين كثير جيلاتين فلح نطريهم مشان نضبط حرارة الصفار وتكون متناسبة مع حرارة المزيج الموجود عندنا كما شايفين هون لحرجع كمل فينا نحط كريم خاصة إذا نحطين الكريم بالبرات وقت طويل منشان ما يجمد الصفار او الجيلاتين ما ياخد كل المزيج نحن بهالوقت حطينا كل المزيج هون لح نقلبهم خلق مزيحة خلق مزيحة نستعمل هايدي كلمة مزيحة بجرع بأشط أشطناها كل حق عليك يا غيدا ما قصدي كان يلا بسيطة ما كان قصدي خلص بسيطة عم بجربي بساعدك ناسين ناسين بسي بعرف و الله بعرف عبد ساعديني ايه وتكثري شفيت عن جد يدي علمني لكن لكان هلا نحن بهالطريقة همنطبق الويت شيز موس هلا هون الويت شيز لحالة هلا هايدي الكريم كريم مخفوقة ما معه شي كريم مخفوقة ولو شي لحالة ما جايبي معه شي ما جايبي معه شي هلا لحيصيروا كلهم مع بعضهم و بصيروا شي طيب كتير لكان هايدي خلصة كمان من اللبا دعونا مع الجبنة متل ما شايفين ما برغلت و ما لازم تبرغل إلا اذا كان الجبنة أو الكريم ف هلا كمية الكريم Latra كمية الكريم عنا هوني اربعمائة جرام اوكي هلأ لحنشوف الواسطة المقدير اوكي كمان لحنقلبهم كلهم مع بعضهم حلو صار شكرا نقلبهم مع بعضهم هايدي صارت جاهزة عنا الوايت موس هلأ لحنبلش بالمونتاج بالموتار مش بكش يصير بالموتار يعني رايحين عمنتعد على المخرج ايه عمفوت على المصلحة لكن هاي سبونجي قصيناها بسيركل او برينج اصغر منها لحنحطها بالكعد ونحط الموس بوقع هايدي اصغر من الرينج يعني اصغر من الرينج ومشان ما تبين سبونجي فينو حطها يعني انا عمل بسكت هلا هلأ عمل محضر كايك لح تشوفوه حططلو بسكت بكعبو ومبين عطراف شوي هلأ قدي بتحط سمكة هلأ لحيجي للسبونج طبقه طبقه الثاني فوقه اوكي لانو سبونج كمان سميك ولحنشربها شرب فراولة هلأ هيك صارت كمان هلأ شربناها شربناها شو حطيت هلأ هون اي أكيد حطت الفراز حطتهم ببول على باماري مغلفهم كينك فيلم وتركتهم لمدة تقريبا شي نساة على نار خفيفة باماري تطلع كل العصير المستخلص من الفراز اوه والله مهضر اي هلأ لحنحط شوية بلو باري فلينك اوكي اللي بالعالية منحطه على تشيز كيك من فوق اوه نحط على تشيز كيك فينا نحط سترو باري فينا نحط فراش باريز بس ما بقى بنا نصاعد طب ما بننضر شوي شاف لعبل ما يعني شوية تمسك تحت اكتر الموس اوه هلأ بعضه كتير طليل هنا بيفصل المونتاج بيفصل المونتاج اوه اوه اوكي يعني كما شايفين هلأ عال سبونجي هايدي تقريبا كمية 150 جرام هلأ لحتشوفه الوصفات من العالبين نبعيت البلو باري في الزرق اوكي وهيدي هلأ يحط اوه عم ترجع بتعم ترجع تحط الكفر كمان بابيض بالزبط مش عم بتخلي بلو باري هو الابيض لا هلأ الكفر اللي هيكون كريم والفلينك هوني 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 خلصت هم خليها بس نحطة النظفة 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 هلأ في ناس بتقول صعبة بس إذا بيتبعوا الستابس وبيتبعوا الوصفة ما في شي صعب وإذا بيحاولوا كمانا بس يكون في إرابة ما بيقولوا بولوار سيب ووار مثل ما بيقولوا بالفرنساوي there is a will there is a way there is a way برافا عليك ما في شي قوي ما في شي بيقولوا في الدار بكون لزر هيدا خالص عنا هيدا المزيج كله اللي حشيله لحيفوت 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 على الفريزر بالوقت اللي حفوت فيه على الفريزر لحنشوف